السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سؤال محمدي الشاهد بناصح امين النهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي ننزل البلاجين دوت احنا هسيب لكم الرابط بتاع التنزيل او التحميل اسفل الفيديو وبعد ما ننزله حوالي تلاتة ميجا يعني بنتابع كم خطوة كده مع ارشادات بتاعت التحميل هتلاقي نفسك بتحمل البلاجين بكل سهولة الاصدار واتنين وتسعة من عشرة هو الاصدار الجديد لحد الوقت غالبا يعني اربعة وتلاتة واسعين من مية الوقت بعد ما بنحمل بس ما فيش طبعا اتاحة للبلاجين غير اللي هو اتنين وتسعة من عشرة اللي احنا اه سيبين الرابط بتاعه اسفل البلاجين بنحمل البلاجين ونعمل له وبعدين نقول له آآ سيتاب عادي وبعد كده بنحدد مكان السري دي ماكس بتاعنا الاصدار بتاعنا اللي عندك اكتر من اصدار بتحدد الاصدار اللي انت عايز تنزله عليه هو انا شغلته لحد اصدار 2018 شغال اي اصدار قبل كده اكيد هيكون شغال ان شاء الله بعد ما بنسطبه وبنفتح السري دي ماكس بنلاقي الشكل الآية اللي قدامنا دوت بعد كده بيعمل ستاب هو للبرنامج نفسه او للبلاجين على السري دي وبعد كده بتخش على وبعدين بتخش على ازاي زي اي بلاجين عادي او سكريبت عادي بنسطبه بنقول له نيو ونكتب هنا مسلا اي اسم ولياكم بارا سري دي ونقول له اوكي وبعد كده دور على البلاجين عفوا اه البلاجين عندي حاجات كتير جدا بس احنا يعني عشان ناخد فكرة بس عن البلاجين البلاجين ده بيعمل حاجات كتير جدا جدا هو الفكرة كلها انه بيكرر اجزاء معينة على مجسمات معينة يكررها بقى على السيرفس على السطح يكررها بشكل اه فوق بعض يعني حاجات كتير جدا احنا هنحاول ننزل الحاجات دي اتباعا ان شاء الله وتابعونا في الاجزاء الجاية ازاي نقدر نتحكم في الحاجات دي بعد ما ننزلها على المجسم بتاعنا اه بعد بعد ما نسطب البرنامج اه ممكن تشوف الفيديو اللي هنزلته مبارح ياريت لو عجبكو اه ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتابعونا ان شاء الله عشان نقدر نوصل لا اه اكتر عدد من السكريبت والبلاجينز الخاصة بالسري دي ماكس وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة